كل موقف لمحمد الشهنهوي, كل موقف في كل خطأ يتحدث الناس ضرورة ضم حارس جديد للنادي الاهلي وليس لابعاد الشهنهوي هو دايما يقولك ايه الاهلي محتاج حارس تانى عشان يضغط على الشهنهوي عشان يخلى الشهنهوي Period مظهور هالاهلي في حاجة لحارس تاني؟ تماماً مش محتاج طبعاً صدقني والله أنا عارف كل الحراس مرمى اللي في مصر فيه حراس مرمى في النادي الاهلي الشيناوي جول مصر وجول نادي الاهلي وبيلعب بس فيه عالي الروب في جول كويس جداً جداً وعنده ما شاء الله رصيد كبير جداً في الانبي وليع في النادي الاهلي مش كتير بس الولد جول كويس جداً فيه مصطفى شوبير جول كويس جداً والاتنين دول لي عبوا السنة اللي فاتت في آخر الموسم لما الشيناوي وعنده مستوى جيد الاتنين عاملوا مستوى كويس جداً جداً سواء مصطفى أو عالي لطفي فأنا شايف ان الاهلي مش محتاج خالص مش مع كل خطأ للشيناوي ما أنا كنت موجود في النادي الاهلي برضو وكل ما يبقى فيه خطأ هنا الشريف أو للشيناوي لا الاهلي محتاج حالي سمارمى لا الاهلي محتاج الاهلي لما بيحتاج ما احنا جبنا آآ قبل كده احنا جبنا الشيناوي جاي من بر صح وجاي عالي لطفي بس انا شايف ان الاهلي مش محتاج الاهلي عنده حراس مارمى مش محتاج هيجيب حد من بره خالص طيام في رأي يقولك تم محمد الشيناوي في الدوري حتى يعود له مطشين ثلاثة يخف الدغوط عليه شوية انا معاك مية في المية معاك طبعا معاك انا معاك طبعا هي الفكرة في ايه يريح شوية مش قصد يا بص انت عندك تلعب في بطولات كتير تلعب في الكاس ادي ادي كاس للعام للطفي ادي ادي مطشاط لمصطفى شوبير يعني يعني في مطشاط تقدر وعلى الفكرة الاهلي ليكسب برضو يعني لما هيلعب عام للوطفي اللاهالمش هيخسر لما يلعب لمصطفى الشوبير هاي مش هيخسر فحاول 무슨 تخلق يعني ايه Jonas تخلق منافسة تخلق منافسة وتخلق منافسة وبالتشاولة وفي والتالوء الهوقت الحالي تبقى جاهز أنا برضو مش مدافع عن الشناوي بس الشناوي في ممورات الهلال هو شايل ضرب الجزاء شايل ضرب الجزاء ما احنا شايل درب الجزاء في كاس العالم للأندية قبل الخطأ بتاع فيلمينجو شايل ضرب الجزاء وفي ماطش مبارح شايل انفراض غير ضربة الجزاء شايل انفراض وعمل ماطش كويس أبو مبارح إنما حظوا بقى ان الكرة جات في يعني في عينيا في الشمس فاقه يعني إنما هو الخطأ ده يعني دي سأل دي تخش في الشناوي مستحيل يعني عارف لو خطأ يعني لو علاقة بالنحل فنية وهنتكلم في أمور كتير في مركزه غلط الكرم بتاعه متأخر وهو بتعامل مع كرة في المهارة حاجات كتير نظر نتكلم فيها في المنهج اللي احنا بنشغل عليه دي ما فيش فيها منهج دي ما فيش فيها منهج محمد الشناوي المباريات الأخيرة لي انت شايفه في حالة جيدة ولا شايف انه فيه هبوط منطقة في المستوى بيتعرض لأي حارس في العالم بص الشناوي آخر 6-6 ساعة المباراة في الدوري أفضل ما يكون بلعندوش أخطأ تماما تماما في الدوري الأهل بيكسب وماشي كواس جدا والشناوي عامة ماشي كواس جدا الزمالك وغير الزمالك وبعد الزمالك الأهل ماشي كواس جدا راح كاس العالم أول مباراة اختبارات الشناوي في كاس العالم ما كانيش اختبارات كتير بس الأمانة برضه يعني يعني في مواقف كلها كماشي يعني أول مباراة اللي عبناها مع مين اللي عبناها مع أوكلاند المباراة عدت بشكل كويس جدا ومفيش أي مشاكل خالطه وشناو الحاجات اللي بتجيوه تعامل معها بشكل كويس سواء كرة عرضية سواء في شوتر فيه ممكن كرة ترده من سدر ولا حاجة بس حاجات ايه مش مؤسرة المباراة التانية اللي عبناها برضه مع الفريق الأمريكي سياتل سياتل برضه المباراة قدها بشكل كويس ما كانش فيه ما كانش فيه حاجات كتير على الشناوي مباراة ريال مدريد أنا شايفه إن الشناوي عملها يعني دخل فيه أهداف كل أهداف كانت صعبة دخل فيه أربع أهداف سدر بالجزاء من مودريتش إنما في مجمع المباراة أنا شايف ما فيش ولا خطأ من الشناوي تماما اللي عبناها مباراة كويسة اللي جوان كلها صعبة أكلا سوريا فلامينجو فيه خطأ من الشناوي زي ما بقولك كرة وقت من إيده كان المفروض يلعب بوكس ما كانش يمسك ليه؟ التصادم اللي حصل ده التصادم جمد قوي فهيحصل هزة جمدة جدا في جسمك بالكامل وطبيعي إن الكرة هتقع من إيدك فكان لازمش إنه هو طالع يقدر يأخد باله إن لما يحصل تصادم الكرة هتقع وهتقع في مكان قريب من رأس الحربة فكان لازم يلعب بوكس البوكس ده كان يطلع برة 18 وخباجش إنه هو بيجد في البوكس بشكل كويس قوي بيطلع في أي مكان في 18 وبيلعب بوكس فبيطلع كرة بعيدة في مسافة بعيدة فبيتسمح له إنه يرجع وحتى لو هتتحط بالمسافة بعيدة دي بتبقى صعبة إنه يجيبها جميع مسافة بعيدة دي فعنده خطأ طبعا في برد فلمينجو أنا معك 100% ده محمد الشناوي تمام رأيه كيف أداء محمود أبو السعود في الدوري حلوتي محمود أبو السعود هو أفضل حارس في الدوري أفضل حارس في الدوري بص والله أنا شاتي مجروحة بس أنت عارف أنا ما أبعرفش أجامل أنا ما أبعرفش جامل لما بنتكلم على 17 ممورة لنادي المقاوين العرب بلعبهم في الدوري السنة دي أداء المقاوين العرب على فكرة فيه لعابة كتير عندنا كويسة مش أبو السعود بس لعابة كتير جدا جدا أخي أنا ما كلمتك فحيز مرد بس كلمك عن المقاوين بشكل عام إنما أبو السعود هو واحد هو يعني لو بنتكلم على الفترة خلاص يعني إحنا خلصنا الدور الأول وبدأنا الدور الثاني أبو السعود هو أفضل حارس في الدوري في الدور الأول بأداءه اللي قدمه مع المقاوين العرب